أن عمليات قادمون يا نينوى تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة قادمون يا حلب قادمون يا يمن قادمون في كل المناطق بهذه الكلمات كشف نور المالك في مؤتمر صحوة الإسلامية بطهران عن أحد أوجه المخطط الإيراني القديم الجديد وأدوات التمدد لتقويض الأمن القومي والإقليمي لدول المنطقة من نينوى إلى حلب واليمن تسعى الأذرع الإيرانية في المنطقة لبسط نفوذها وإعادة تشكيل الخارطة من جديد وتقوية النتوءات الطائفية التي نبتت خارج منطقة نفوذها التاريخي فيد طهران التي امتدت من خلال النافذة الحوثية إلى العمق اليمنين والجزيرة العربية تكشف اليوم جهارا عن وجه طائفي عقائدي لحشد المزيد من المقاتلين ترتفع المخاوف من السقوط في منحدر الطائفية خصوصا مع تنامي الخطاب الطائفي لأدوات إيران في المنطقة وتطابق شعاراتها من بغداد إلى بيروت مرورا بدمشق وانتهاءا بصنعاء وهو ما تغذيه حركة التنسيق المستمرة بين الميليشيات الطائفية في تلك البلدان منذ أشهر عديدة والعواصم العربية المشتعلة بنيران طهران تشهد حالة واسعة من تبادل الزيارات للخبراء والقيادات السياسية للاستفادة من الخبرات ونقل التجارب الناجمة عن كيفية السيطرة على الحكم من خارج المؤسسات الدستورية وغير بعيدا عن كل ذلك تتوالى التصريحات المستفزة لقيادات سياسية وعسكرية إيرانية لتحدد موقعها في خارطة الصراع الإقليمي إلا أن الأخطر من ذلك استمرار تدفق السلاح من إيران لميليشيات الحوثي رغم التحذيرات الأممية المتكررة يدرك الإيرانيون ما يريدونه جيدا من حروبهم في المنطقة ويتم تغليفها بدعوات طائفية بحتة يتم خلالها استدعاء الخرافات الفكرية والاستفافات التاريخية الضيقة القريبة من الفكر الديني الإيراني الذي يصب في مجمله بعيدا عن احتياجات شعوب المنطقة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يضمن استمرار الصراع على أسس الولاءات الضيقة والعابرة لحدود الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر